في هذه الذكرى الأليمة الحزينة القاسية على أبناء شعبنا ودعني تكون البداية من البيان الذي أزرته حركة فتح في هذه الذكرى والذي أكدت فيه بأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم تحياتي لكم صباح خير لكم ولكل السادة المشاهدين لا شك على الإطلاق أنها ذكرى ليست عادية هي ذكرى مأساة ذكرى ألم ذكرى تلك المجازر التي عاشها شعبنا الفلسطيني خمسة وسبعين عام على هذه الذكرى مسألة قاسية جدا هي خمسة وسبعين عام من المجازر من التشريد من الآلام من العيش في المقيمات التي ترينها من البؤس غير العادي بهذا الموضوع نحن نحيي ذكرها نحيي ذكرها ليس من أنجي إحياء الذكرى نحيي ذكرها من أجل الإصرار على إزالتها والتأكيد هذه هي جريمة جريمة كبرى التكبها كل العالم ضد الشعب الفلسطيني وكل العالم وله في هذا الموضوع دوافع مختلفة هي من الأساس لا أريد أن أطيل في برنامجكم لكن من الأساس هذه الفكرة قديمة للغاية هذه الفكرة بدأت في مؤتمر برنرمان كامبل برنرمان منذ 1905 هذا المؤتمر سمر من 1905 إلى 1907 أساس هذا المؤتمر بقول أنه يعني أن الدول الاستعمارية والغربية هذه الإمبراطوريات وصلت إلى أوج قوتها ونموها معرض إلى أن تنحدر من جديد لا بد أن نجد طريقة من أجل الحفاظ على سمرارها توصلوا إلى أن الخطر يأتي عليها من هذه المنطقة منطقة العربية منطقة الشرق الأوسط التي بها شعوب بها سمات محددة بها قادرة على الوحدة نتيجة وجود ديانة واحدة لغة واحدة كل ما إلى ذلك بهذا الموضوع فتوصلوا إلى أنه لا بد من منعها من الوحدة لا بد من أن تبقى مشرمة لا بد من أن يبقى دائما هناك كم من الفتن والحروب الداخلية وكل ما إلى ذلك هذا يقتضي أن نضع حاجزا بشريا في وسط هذا الموضوع وهذا فليكن في شرق المتوسط أي في فلسطين لهذه المسألة وهنا من هنا بدأ هذا المشروع وبدأت الموضوع الذي له علاقة بالنكبة وأن يأتوا بهجرات يهودية إلى فلسطين وبدأ الكل في العالم ساهم بهذا الموضوع ساهم بنكبة الشعب الفلسطيني هم دوافعهم شيء آخر دوافعهم أولا نعم الفكرة التي لها علاقة بأن يحموا إمبراطورياتهم لا تنهار يريدوا أن يمزقوا هذه الأمة والدافع الآخر بالنسبة لهم يريدوا أن يخلصوا من اليهود في مجتمعاتهم لأسباب أخرى لها علاقة ربما لها علاقة بطبيعة الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجاليات اليهودية في أوروبا طبيعة المهن التي يقومون بها كل ما إلى ذلك بهذا الموضوع هم يعتبرون الغرب كان يعتبر أن هذه بها شيء ما له علاقة بالفتنة والفساد وأصصنا هذا القبيل في هذه المجتمعات من أجل ذلك الغرب كله ساهم بهذه الجرائم هذه النكبة وأنتم تدركون تماما ما الذي حصل بها الآن ونحن نحي ذكرى النكبة لماذا حتى نكون واضحين نعم من أجل إنهائها أولا لكن هناك محاولات لتغيير الرواية لأن بالأساس قالوا أنهم احتلوا فلسطين وأنهم سيستمروا في هذا الأمر وأن الكبار سيموتون والصغار سينسون ثبت أن هذا لم يحصل لكن يحاولوا أن يغيروا الحقائق يغيروا الرواية حتى إن لم تنسى فلتتغير هذه الرواية تزال معالمها الأساسية بهذا الموضوع من أجل ذلك وهذا الذي يتم التركيز عليه وتحديدا الأكثر اهتماما في هذا الموضوع هو سيد الرئيس أبو مازن بهذا الموضوع وعمل جلسات كثيرة بهذه المسألة وعمل لجان من أجل تثبيت الرواية لأنهم هم كيف يريدوا أن يغير الرواية أن يمسحوا منها كل المذابح كل الجرائم التي ارتكبوها عبر كل هذه الفترة الأجيال لا تعرف لا تعرف أن هناك 531 تجمعا سكانيا قرية وإلى آخره وأنهيت من الوجود لم تعد موجودة بهذا الموضوع لا تعرف أن هناك 53 مذبحة كبرى كدير ياسين والطنطورة وغيرها بهذا الحجم ارتكبتها العصابات الصهيونية في ذلك الوقت وأدت إلى 15 ألف شهيد في هذه الثلاثة وخمسين كل هذا يحاولون أن يطمسوه ويحاولون يغيروا نحن نريد أن نعيد هذه الرواية من جديد ربما ونريد أن نعيدها الرواية الحقيقية نعم لسنا نحن من ندعي ما بها يعني الآن نحن نعتمد أولا الكثير من الدول في العالم ومنها بريطانيا وكانت في ذلك الوقت ذات مستعمرات الآن بدأت بعد خمس سميع عام تفرج عن كثير من الوثائق الوثائق التي تدل على الرواية الحقيقية أيضا هناك الكثير من المجرمين اليهود الذين ساهموا في هذه المذابح التي نتحدث عنها الآن يكتبون عن ما حصل بهذا الموضوع سواء يكتبون كتب بهذا الموضوع أو بعض كتاباتهم تحولت إلى أفلام ومنها فيلم الطنطورة الطنطورة الذي أظن عدد كبير أبو جهاد الحديث يطول بهذه القصص ومزال الجرائم الاحتلال حتى اليوم ومحاولة تشريد جديد ونكبات جديدة وهذا الصباح كان ارتقاء شهيد في مخيم عسكر نتحدث عن الدبلوماسية الفلسطينية وهذا اليوم ألهام جدا الذي اعتمدته الأمم المتحدة لإحياء هذا اليوم في أروقتها وقطاب السيد الرئيس ألهام جدا وذكرت بالأمس باللقاء الإعلامي أن السيد الرئيس يبدو الجهدا كبيرا لإحياء وإعادة إحياء الرواية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي كاف نعم هذا صحيح لكن أريد أن أعرج على الموضوع الذي له علاقة باستمرار الجريمة الذي تحدث عنه أنت أن هذه الجرائم نعم التي ارتكبت هذه لم ترتكب قبل 75 عام فقط هذه مستمرة من 75 عام حتى الآن وهي الآن مستمرة هل ممكن أن ننسى ما الذي حصل في الأسبوع الماضي في قطاع غزة المسألة التي لها علاقة بالطيران والقذائف وتدمير المنازل على الأطفال والنساء وكل ما إلى ذلك بهذا الموضوع ألم نعش هذه المرحلة بشكل واضح أو الذي يتم في الضفة الغربية خلال الفترة الماضية كلها سواء في القدس في الأقصى الذي يتم في جنين في نابلس كما أشرت أنت اليوم في عسكر في القدس في مسافر يقف في كل مكان كل يوم نحن نصر على أنباء عن شهداء جدد في هذا الموضوع المجازر مستمرة والآن تتكثف بشكل كبير للغاية مع هذه الحكومة الإسرائيلية الجمينية الفاشية بهذا المسألة هذا موضوع هام للغاية وهذا طب لماذا يستمر ذلك وتحديدا مع هذه الحكومة هذا لا يعني أن الحكومات التي سرقتها كانت أفضل بالعكس كانت المذابح أيضا مستمرة هؤلاء لديهم سياسة لأن علينا أن ندرك ذلك لديهم سياسة هذه السياسة تقول أن يريدون حسم الصراع كيف حسم الصراع؟ يريدون حسم الصراع بالقوة بقذائف الطائرات كما جرى في غزة بعمليات القتل التي تتم هنا القتل بدم بارد ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بالمجازر بكل ما إلى ذلك يريدون حسم الصراع بالقوة بالعنف بالرعب بإدخال الرعب في قلوب الفلسطينيين أنا أعتقد أنهم واهمون تماما بهذه المسألة هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يهزم نعم يعاني يتألم كل ما إلى ذلك لكن لا يمكن أن يهزم أنت عليك أن ترى كلما ارتقى شهيدا من هذا الشعب الفلسطيني هؤلاء يعتقدون أنه بهذا سيردعون هذا الشعب أنت تجد العشرات يتسابقون على شهادة هذه مسألة غير عادية لدى هذا الشعب الفلسطيني من أجل ذلك الوضع مختلف وما جرى في غزة خلال أيام الماضية كان مسألة واضحة تماما ونحن نتحدث عن البيان اللي جمالكزية وبيان حتى تفتح قبل يومين الذي صدر بهذا الموضوع والذي نحن نرتأينا أنه أولا هذا الواقع الذي نعيشه دحياه لا يمكن أن يسمح باستمراره على ما هو عليه مهما حصل علينا أن نذهب إلى توجهات لها علاقة بالتحدي لذلك بالتمرد على هذا الواقع بهذا الموضوع بهذه المسألة وهذه هي ضرورة وأعلننا بأن الفلسطينيين جميعا كل واحد متماسك في مواجهة تناقضهم الأساسي مع الاحتلال بهذا الموضوع ولن نسمح بالاستفراج بأحد لا بمدينة ولا بفصيل ولا بأي شيء هذه مسألة لا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه بذا الموضوع وهناك برامج قمنا بالحديث بالتأكيد عليها لدينا اجتماع الأسبوع القادم له علاقة بإعادة الاعتبار لجهود استعادة الوحدة الوطنية سنبدل جرعة جديدة من الجهد الجاد الذي نعمل أن يؤدي إلى خطوات إضافية بهذا الموضوع نعم وهذه الرسائل الهمة جدا التي تقدمها أيضا من خلال هذا اليوم لكن أعود بشكل سريع جدا إلى أهمية هذا اليوم وأحياءه في الأمم المتحدة ودعوة السيد الرئيس لإلقاء هذا الخطاب بالتالي يحمل العديد من الرسائل السياسية والقانونية ربما اعتباره بمثابة اعتذار للشعب الفلسطيني من الدول التي وقعت فعليا على حق العدل سواء بالقرار 194 أو 181 يعني لا زال هناك أو مبكرا أن نعتقد ذلك بالمعنى التالي أليست هذه مصيبة جريمة منذ 75 عام بعد 75 عام يقرون بها يقرون بأن هناك نكبة اسمها الشعب الفلسطيني بهذا الموضوع جيد الاعتذار ليس اعتذار لأن هؤلاء هذا الأرض والأمم المتحدة وغيرها يقتل الشعب الفلسطيني في مذابح نعم وننتظر منهم شيئا ما من الإدانة بيانات إدانة أو ما إلى ذلك والسلام عليكم لا نعم 75 عام على النكبة شرفوا فكروا كيف تصوبون ذلك تنفذوا القرارات تنفذوا القرارات قرارات الأمم المتحدة كيف تنهوا مسألة النكبة بهذا الخصوص بالتأكيد أنه هذا يعني هي قاسي على النفس أنه بعد 75 عام تعترف لكن هذا أتى نتاج لجهد عمل سياسي دقوب عبر كل هذه الفترة حقيقة جهد رئيس أبو مازن في هذا المجال هام للغاية بهذا الموضوع إلى أن نؤدي للاعتراف بأن هناك نكبة لشعب الفلسطيني لأنهم كل عام كانوا يحتفلوا باستقلال الإسرائيلي بهذا الموضوع لكن لأول مرة نعم يتم إحياء ذكرى المجزرة إحياء ذكرى النكبة ضد الشعب الفلسطيني كل شكر لك الأخ محمود العدول أبو جهاد سنتابع معكم وأيضا في الفعالية المركزية التي لكم فيها كلمة هامة الرحمة والمجد والخلود لشهدائنا من القيادة شهداء أبناء شعبنا خلال 27375 يوم هم مش بس 75 سنة تحدث عن أيام طويلة وما زال الفلسطيني صامد وما زالت حركة فتح قائدة للمشروع الوطني الحمد لله هذا شيء هام وأساسي وأنت نحيي ذكرى في كل العالم الرئيس اليوم سيلقي كلمته في الأمم المتحدة أعتقد بحدود الساعة الخامسة بهذا الموضوع واليوم نعم لدينا هنا فعالية هامة جدا في وسط رامضة فعالية مركزية وهناك فعالية في كل محافظات الوطن بدأت ربما منذ أسبوع تقريبا وفي عشرات العواصم من العالم كان هناك كم كبير من الفعاليات من أجل إحياء هذه الذكرى إحياء هذه الذكرى هي دليل ومؤشر على الإصرار لدينا عن استمرار نضالنا وضرورة إنهاء تماما هذه المجازع أو تصويب موضوعة النكبة باتجاه أن يمتلك هذا الشعب الفلسطيني حريته وأن يعود إلى بلاده نعم وهذا أملنا دائما بإصرارنا